اشتركوا في القناة من المادة الثانية من المرسوم رقم 11 لسنة 2014 بانشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء النص الاتي تنشأ هيئة تسمى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تتبع مجلس الدفاع الاعلى المادة الثانية تحل عبارة مجلس الدفاع الاعلى محل عبارة مجلس الوزراء كما تحل عبارة الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى محل كلمة الوزير اينما وردت في المرسوم رقم 11 لسنة 2014 بانشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المادة الثالثة يلغى تعريف الوزير الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11 لسنة 2014 بانشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء كما تلغى الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة العاشرة من ذات المرسوم